اليوم بيت رايت موضوعنا عن العسل عن منافعه ومدراته صباح الخير صباح النور في مدرات العسل لح احكي اليوم عن العسل بالوقت اللي عنا فيه لنعرف حسب نواية العسل في عسل ما في مدرات ولكن في عسل نحنا عم ناخده أكيد في مدرات كثيرة هلا أول شي بدي قولي أني ندمت ليش ما كنت معكم بالرأسة رأستو بيدوني وأنا كنت عابل مع موصول تلعت هيني بالآخر ما كانت سريعة وكنت بطيئة وتعلمنا بس أكيد واحد بده يتعلم يعني طبعا بده تتعلم الخبرية الموسيقى حلوة اليونانية مظبوط مظبوط وكنتو كتير مهدوم اليوم لح نحكي لكن راح بلش حتى الوقت ما يدهمنا راح بلش بالخبرية خبرية 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 أول شي فازا مذكر بكمبيتشن بري لايت الي هلا هي موجودة على الامتي في ألايف الي هو فيسبوك بيج بالفيسبوك بيج أكيد أيا فيه كولستيرول أكدر السامكة السالمن أما الإرادس طبعا بنفس الوزن 100 جرام من السالمن أو 100 جرام من الإرادس أيا فيها كولستيرول أكدر أكيد جاوب واحد أنا جاوبت جاوبت أنت جاوبت نعم مش على بعدين بيقولوا عم تعملوا واسطة لا وعدتين عم تعملوا واسطة هلا بجاوب إذا بديك يلا بستمنى أنا بقول لقريتس وأنت قلت لقريتس فإذا كان عنا أجوبة مختلفة التالتة رح نعلن نتيجة وأكيد اللي رابح رح يدوق من أكلتنا أكلت بري لايت كتير طيبين تانكيو هلا خبرية اليوم كتير كتير مهمة خبرية عن الزعفران طبعا نحنا عم نعرف هلا أهمية لا يكونوا عم كرمال صحتنا وزعفران نعرف قدش هو مهم كرمالي حارب أمراض سرطانية ونعرف قدش هو مهم كرمال يقوي القلب كمان ويحمل قلب هلأ بس هذه الدراسة عملت على أهميته للرياضيين والرياضيين اللي نعطوا زعفران هن تقصم جروب في جروب كانوا عم يعملوا رياضة كلهم كانوا عم يعملوا رياضة كتير قوية في جروب نعطى زعفران هنه دجا رياضيين هنه منهم رياضيين منهم رياضيين نطلبوا منهم يعملوا رياضة قوية وتقصموا على ثلاث جروب جروب نعطى زعفران على مدة أسبوع قبل وثلاثة يام بعد المبارئة أو التراينين تمرين صح الجروب الثاني كان عم ينعطى انتينفلاماتري أما الإدوية اللي هي مضادة للالتهاب الجروب الثالث ما نعطى شي هلأ بعد ما كان عم ينعطى هيدا الرياضة تبين انه الجروب اللي نعطى زعفران هيدا الجروب كان عم يصحب سرعة ما عم يكون عنده أوجاع وبنفس الوقت ربه عضل أكتر الجروب اللي نعطى انتينفلاماتري ما كان عم ينوجع والجروب اللي ما نعطى شي كان عم ينوجع بطريقة كتير كبيرة خصوصا بتاني يوم وتنمية العضل عنده ما بيانت بخلال هالفترة الصغيرة فكمان هنا تبين انه زعفران في مادة الكاروتينويد اللي نحن منعرفها ولكن بالتحديد هو الكروسين وكروساتين هو الكاروتينويد بيانوا جديد قديش هني أهميتهم لا يشيلوا الالتهابات وقديش هني أهميتهم مصبوط لا يأول عضل بس نقول الالتهابات شو هني الالتهابات مثلا بس للمشاهدين تعبين فهموا أكتر هلأ بهذه الكيس اللي نحن عم نحكي عنا بس بالكيس اللي عم نحكي عنا هي الالتهابات اللي اجيت من وراء التعب اللي رياضيين عملوا ميسكولاري مصبوط بتعب العضل طبعونه فريح لهم العضل حتى أخدوا حجم الفخد وتبين انه هلأ إذا الحجم هوني كان فيه ورام تبين انه عند اللي أخدوا زعفران أو الصفرون ما كان عم عندون ورام أبدا فإذا هلأ كمين للرياضيين بيين قديش هو أهميته بالحقيقة نحن عم نحكي على تناوله بالأكل ولكن هون الدراسة عملت انه عم نعطى سبلمانس فهلأ صارش إشية مثل هايدي عم نعطى عمر سبلمانس مثل الثوم كمين والزعفران والكركمان ميه بالميه يعني الصفراء كل هوا الانتي انفلاماتوار وانتي اوكسيدان هل الصفران كمين كمين انتي اوكسيدان مثل الكيركمان طبعا همي كلهم فيهم موانيع تأكسد بالسبايسيز والأربس كل واحدة عندها مانيع تأكسد غيرها عن الثاني وتقول أنا فيه كاروتينويت يعني بالأكيد فيهم موانيع تأكسد أوكي فخبريتنا كتير انترسنغ العسل الحرس إجي على العسل والعسل خبريته كتير كبيرة رح أحكي شغلي وراء شغلي بس بدألك شغلي أنا بس اشتري العسل دايما بخاف انه يكون منزدله حتى لو قالولي انه مافي مش منزدله سكر بحس انه فيه سكر هلأ العسل ستيفاني إذا احنا بناخده بنقوله رو رو ناي العسل ناي هو بناخده من عند شخص شايفين العسل بشاهده قدامنا وشايفينه عم يكون عم يستخرجوا يعني بنقولها هادي بي فارم يعني بنروح على مزرعة اللي هي موجود فيها النحل هذا هو العسل اللي بديك تاخديه 100% عسل هذا هو العسل اللي بديك تاخديه بده يكون العسل الني هلأ رح نحن كي في عسل السنديين في عسل كذا شغلي العسل وقت يكون من بيختلف باللون تبعوله هلأ اختلاف اللون هو أول شغلة في غرامة وفي فتح مضبوط أول شغلة ليش بيكون في اختلاف باللون لأنه حسب الشجرة اللي هو مأخد منها مشان هيك عم تقولي في عدة أنواع من العسل ولكن فإذا إذا بنا ناخده منو منضف له سكر منو منضف له شي هو هيدا اللي نقول له رو هيدا اللي هو رو هو منو مسخن ومنو بستر ومنو بروسست هلأ إذا منو بستر ما بيخوف هلأ إذا منو بستر على الأكيد للولاد الصغر قبل عامل السنتين منو ينعطى نهائيا لأنه معقول ما عندهم مناعة على البوتشوليزم هيدا واحدة هلأ لحنا الكبار ما عنا مشكلة فيه فهيدا شغلة ولكن هو إذا منو بستر ويعني منو مسخن على درجة الحرارة هون حتى سبعين درجة حرارة تنقتل كل شي في بكتيري هو اللي بيصير أنه حتى بيكون الانزيمز اللي هي موجودة بالعسل اللي هي عم تنفعنا كلها موجودة فيه فإذا هون إحنا بنا نتبه إذا بدي عسل وحسنات العسل بدي يكون العسل الروم شو بنا نقرأ على الأنينة يعني مش الكل بيقدروا يروحوا على الفارم ويجيبوا العسل ستيفاني إذا ما كان بالفارم إذا ما كان بمحل كتير موصوق منه يعني مبدئيا بالسوبر مارك أكيد منزاد له أشياء أكيد هو مبستر وأكيد هو معمول له بروسسينج حتى نشوفه ناعم حتى نشوف أنه ما يطلع فيه على كوش رغوة أما منقول له وحتى أنا اللي بدي أليك أنه وقتا عم نحكي على العسل الروم هذا عسل رح نشوف أول شي بنا نشوفه معقول كتير بأوقات يتغير لونه الشغلة الثانية بنا نشوف فيه ريزيديوز أما يمكن من جوانح النحلة بيبقوا مكسورين أوقات وبيبقوا موجودين فيه بيكون علق ما قدر يتلع مئة بالمئة مئة بالمئة بده يكون فيه لكن ما بنشوفه صافة بيكون فيه حبيبات كريستال وهو مع الوقت كمان رح يصير كريستاليز أكتر خصوصا إذا نحط بدرجة حرارة منع عالية منعواطية فإذا هون إذا بنشوفه نحنا منو واضح إذا بنشوفه فيه حبيبات بقلب وهذا يعني هو عسل أحسن فإذا نحنا العسل اللي بنشوفه بالسوبرماركت بيكون نائي لأنه هن بدون يجذبه اللي عم يشتروا فإذا ليكون نائي يعني هو مصنع ما عمله فلترينج بنشيل منه كل المواد اللي هي مهمة نكتر وإلى آخره فهون منيح واحد يعرف الفرق فإذا هون أنا إذا بدي أحكي بدي أحكي على الرؤ إذا فيه حسنات هو بالعسل اللي هو العسل المزبوط أو واحد وقتا يجي بيأخد عسل بشهده هلأ وقتا نحكي عن العسل أول شغل بنا نحكيها هي على الوحدات الحرارية لأنه ديما وقتا تحكي عسل بيكترني بالسكر صح كوحدات حرارية ملعقة العسل الصغير فيها 22 كالوري ملعقة السكر الرو كله 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 وملعقة السكر فيها 16 كالوري فإذا العسل شي بسيط أكتر ولكن العسل طعمته هي أحلى فإذا نحنا وقتا نستعمل ما بنستعمل كمية كبيرة بس 6 كالوري مزبوط وإذا استعملنا كمية أقل فإذا نحنا ما عم ناخد كتير الشغلة الثانية اللي بدي أقولها إنه عنا نصيحة هوني نحنا بالإجمال صحية ما بنوع ناخد أكتر من 6 ملاع صغار سكر كحلو سكر بأنواع وينما كان موجود بالنهار بدنا نعتبر هوني العسل 6 ملاع صغيرة صغيرة وبدنا نعتبر إنه العسل هو من هولي المحليات يعني كسكر كالأغاف كغيرة في منه بيأكلوا كتير عسل لأنه إله منافع ما هوي وبيقولوا يعني وإذا في كالوريز يعني نحنا عم ناخد منافع 6 ملاع استفان هي ما بتعود بس للكالوريز هي بتعود إنه عم تخذية أكتر من هيك بدي الأشيات تانية فيها منفعة أكتر مشان هيك هوني 6 ملاع مش بس للكالوريز هي 6 ملاع لصحية ملاع صغار ممنوع نتعديها فإذا حتى لو عسل ممنوع أكتر من 6 ملاع صغار هاي الشغلة التانية الشغلة الثالثة اللي بدي أقول لأنه العسل إذا بدأ أحكي عن شي حسنات بقول إنه العسل اللي هو الرو عم نرجع نحكي وقتا ناخده لأنه جاي من النكتر هلأ بالدراسة جديدة تبيان إنه الأشخاص اللي عندهم الحساسية حساسية تطلع بنقولها أما البولن وقتا يجي الربيع الأشخاص اللي بنعطيهم إنه عسل بنفعون بنفعون كتير ما بعودوا يحسوا بهذه الحساسية بتخف كتير عندهم هاي الشي كمان منفع أنا هوني لأنه وقتنا أصير رح يحكي شي بنفع شي ما بنفع مش مشكل الشغلة الثانية العسل وقتا ناخده بحد زيته بدون ما نكون عم ندوبه بدنا نتبه هوني إذا علق بالسنين معقولي يؤدي إلى تسوس بالأسنين لأنه نحن دايما منخاف تسوس الأسنين كل شي بعلق والعسل بنعرف إنه هو بعلق فدايما بعد ما ناخده كتير مهم إنه نكون عم نشرب ماي أما نكون عم نفرش سنيننا هذي كمان شغلة هلأ من حسنات العسل دايما نعرف إنه هو بيساعد كرمال الرشح أما الصور ثروت لأنه بيعمل غشاء وهذا الغشاء هو أنتباكتيريا المضاد للباكتيريا وحتى أنتفايرل خصوصا بهذه المنطقة اللي هي منطقة الثروت هلأ كمان شغلة فإذا positive negative هيك عم بعمل بنقول إنه العسل في كتير معادن وفيتامينات بالحقيقة هي العدد هو بس 2% من اللي نحن بحاجة لقله فإذا حتى لو العسل اللي هو نحن مصلنا عنه ما عملنا له processing اللي هو ناير اللي عم بحكي عنه فيه مضبوط أكتر من السكر ومينرالز ولكن العدد هو كتير كتير ضئيل أنا في أخده للإنزيمات تبعوله إذا كان رو في أخده لأنه مضاد للباكتيريا بعري بس آخر جملة مضاد للباكتيريا والفيروس ولكن ما في أخده لأنه في حسنات فيتاميز ومينرالز بس حبيت هذه تكون واضحة أكيد فيه إشياء كتير تانية أحكي عنها ومثل ما قلنا بدل يطلعنا وقت لنرجع نحكي عنه ماضيانا شكرا يا راندا تانين ومنحب حب عيد أنا كل طواقف المسيحية الشارئية والمسيحة حقاً كاما مش هادينا وقفة بتكونوا مع الجنز اشتركوا في القناة